شو بتحب تخبرنا عن أعمالك الجديدة شو عم بتحضر للجمهور عم بعمل مسلسلين لمسلسل رمضان اسمه اتنين تقريبا واحد اسمه بيروت ثلاثمية وثلاثة شو رح يكون دورك هيدا الاشياء عالم ما بيخلوني احكي فيها والله فليه فيلم تاني اسمه اوشي ثلاثمية وثلاثة اخراج اليس معان في عابد فهد سلافة معمار نادي نراصي في اقل من عادي مسلسل كمان اخراج نور ارنعوت في مسلسل بس انه بعدني عم بقراء بس هو اخراج رندل علام كيف رضاك على الدراما اللبنانية شو اخر مسلسل شفته الدراما اللبنية ممتازة صرنا بمحل متقدم جدا ولقدام ان شاء الله احسن واحسن الدراما اللبنانية اللي عم بتحوم حواليها الشركات اللي معروفة والمعهودة اللي عم بتعرض تشاهد هادي اللي اللي بتستحق انه تشاهد شو الدور اللي عبالك بعد تقدمه اهو اه في كتير ادوار كتير من بعد ما صيرة كلها نجاحات هوا هي نجاحات بانه مسيرة لك كتير ادوار عند بدي بدي كتير بعد بدي كتير يعني في كتير اشياء بعد بدي عمله دايما كنت تقول انا انه كنت اقول كاليجولا اللي اه طبع مسرحية ديبلوم اللي عملتها كاركتر انه ما مسلته مع انه هي ديبلوم الجامع طبعي اه كاليجولا اه اه كل شي هيك ازا بدك قاضي بالعالم بحب انه بعد ما صيري طويلة الشغف بعض وزيته عندك بالتمثيل ما بتفكر ولا مرة انك تترك المهنة وتلجأ لمهنة تانية لا هو الشغف مربوط بالمهنة انه هي دي مهنة هي دي اللي قمة تعيشها اه صارت حتى انها مهنة اكتر من شغف اه لا ما بتركها ليه بدي تركها يعني تركها على الموت معاش هالمهنة او مردود المادي لمهنة التمثيل بيقدر يعيش الممثل لحياة كريمة او لازم يلجأ لمهنة تاني لمجال تاني يلجأ له حاليا اه لا بعيش حاليا لا بعيش وعيش كريم والحمد لله لا اه فيه فيه المردود تتقبل نصايح من زمله اليك بالمهنة اكيد لا انه انا بجرح بنصايحي كيف لتعرفوا كافة الاخبار الفنية زروا موقعنا الفان دوت كوم واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة